يبتدي الدور الانجليزي من الجولة التانية النهاردة السابق هيلعب مانشستر سيتي وهيلعب مانشستر يونيتد كوتبي مدينة مانشستر هيلعبه النهاردة هيلعب مانشستر ستة ونص وهيلعب مانشستر سيتي الساعة اربعة عصرا وهنشوف بقى في الجولة التانية احنا كنا متخيلين في الجولة اللي كان الدورة يبتدي قوي ولكن شفنا هزيمة المانشستر يونيتد تعادل لليفربول نتائج سيئة الى بعض الشيء ولكن في الجولة التانية مازا تسفر عنه احداث النهاردة من مباريات قروية قوية جدا. طبعا لما بلعب مانشستر سيتي تعرف جوارديولا وما ادراك ماجر ديولا بقى مبادئ الدفاعية ومبادئ الخططية وكل حاجة عنده شغالة وبيقدر يعمل لك كزا فورما في المطشو بقدر يغير لك تيك تيك المباراة الرتم عالي جدا عنده والتيك تيك عالي رائع جدا عند من الناحية الهجومية ومن ناحية وسط الملعب بقدر يخرج على الاطراف ويدخل تاني في منطقة العمق ويعمل تبديل مراكز وكورة بتبقى ماشي حلوة وماشية ممتازة معاها وجوارديولا بيقدم فعلا المفاجآت في الدوري الانجليزي في الاعوام الماضية وحط مانشستر سيتي على رأس الدوري الانجليزي بلا منافس بلا منازع طبعا ليفربول في عز تقلقه في عز وصوله النهائيات دوري ابطال اوروبا وحصوله على دوري ابطال اوروبا في احد الاعوام لم يستطع الحصول على الدوري الانجليزي من قبض جوارديولا طبعا جوارديولا بيقدم واحدة من ارواع اللقاءات اللي بتتم في الدوري الانجليزي تشاهد وتستمتع طبعا في مفاجأة كبيرة جدا مع منشستر سيتي السنة دي هاللند اللي استقدموه من بروسيا دوتر المون آآ الالماني واول تسجيل للاهداف له كان راكلة جزاء المباراة الاولى اللي افتتاحية في الدوري وقدر ان هو يحرز هدفه الاول في الدوري الانجليزي مع مانشستر سيتي وطبعا ابن لوزد عوام ابوه طبعا كلاعب لمانشستر سيتي وهو فضل مانشستر سيتي على كثير من الاندية كان عند ريال مادريد رغبا يستقدم هاللند كذلك برشلونة كذلك مانشستر يونيتد شيلسي آآ فرق كتير جدا بصراحة آآ تقدمت على خدمات آآ وحصولها على خدمة آآ هاللند آآ في كورة القدم ولكن آآ اللاعب نفسه اللي فضل ان هو ينتقل آآ انتماءا لوالدي وحبي لمدينة مانشستر سيتي والى فريق مانشستر سيتي وانتقل بالفعل وهو بيلعب الان داخل ميدان مانشستر سيتي طبعا السنة دي الجايزة لم يتواجد فيها لونر الميسي منذ خمستاشر عام لم ينافس على البلندور واسمه غير موجود على الاطلاق ولم يرشح في القايمة العشر واللي صفيت على تلات لعبين كورتوح حارس مرمى ريال مدريد كريم بن زيما مهاجم ريال مدريد افضل لعب الدور الانجليزي وحاصل دور الانجليزي دور انجليزي يعتبر اقوى الدوريات الخمسة الكبرى اللي بيلعبه في آآ اوروبا وفي قارة اوروبا قدر ان هو ياخد احسن لعب وياخد الدوري آآ وادى نتائج كويسة جدا وويسة للمربع الزهبي ولكن تغلب كريم بن زيما وكورتوح على كيفن دي بريون ومانشستر سيتي قبل نهائي دوري ابطال اوروبا بيمنح الجايزة لاحد منهم وانا بقى من وجهة نظري ان كورتوح قدم آآ مستوى عالي جدا في نهائي دوري ابطال اوروبا وقدر ان يساعد ان ريال مدريد ياخد بطوله انقص اكتر من فرقة ومن كرة لعبت من محمد صلاح وساده مانيو ابعد اكتر من كرة خطرة على المرمى ولكن برضو آآ انا شايف ان كريم بن زيما هو من يستحق هو فرنسي الجنسية ابن بلديات الجريدة واول مرة بينافس عليها وهو لاعب على المنتخب الفرنسي وعاد بمستوى عالي ورائع جدا جدا آآ بعد غياب طويل قدر يقنع الفرنسيين والديوك الفرنسية باداؤه آآ الخططي والهجومي لاعب بصراحة قدر يمنح ريال مدريد اكتر من فرصة عاد برومانتادة قوية جدا على بريسان جرمان لوحده آآ بتلات اهداف آآ قدر ان هو يخلص في مباراة منشستر سيتي ويتغلب على آآ والقرة الزهبية هتكون من نصيب كريم بن زيما لانه هو يستحقها وده رأيه الشخصي طبعا بقى بعد الجايزة ديها ما تتقدم واللعب يحصل عليها وبعد ما توقف آآ الدوري لمدة تلات اشهور اللعيبة كلها والاندية كلها فترة اعداد عام واللعيبة بقى داخلها بتبدأ الدوري الجديد بقى وموسم الجديد الفين اتنين وعشرين فيه بقى طبعا دوري انجليزي بدأ الاسبوع الماضي وفيه الدوريات العالم التانية هتتلعب بقى بداية من الاسبوع ده هيلعب الدور الايطالي الدور الاسباني هيكمل معهم الدور الانجليزي الدرجة التانية الجولة التانية يا اسف والدور الفرنسي آآ بدأ والدنيا بقت حلوة قوي قوي كل ده انا بقوله ليه وبحكي ليه لاني هيصب في مصلحة قطر في حداشر آآ نوفمبر انا بسميه لاني ده طبعا رقم حداشر ده من افضل الارقام اللي انا بحباها جدا في كورة القدم لمان يرتدي آآ رقم حداشر ده بيكون لعيب كويس جدا سواء جارس بيل او آآ او محمد صلاح اللي انا عايز اقوله باختصار ان شهر احداشر اللي هو نوفمبر اللي هيتلاقي فيه كاس العالم اللي الجاي هو ده كل الدنيا والاعداد العام وكل اللي هيبه الجهزة دي والدور هيبه بدأ بالو شهرين ونص يا مدوب اللي هيبه آآ جرت كده دمها وجرت الدنيا شوية وبدأ يخش وطص على كاس العالم اللي هيبقى واحد من افضل القوس اللي تتلعب آآ فيه تاريخ كاس العالم على الاطلاق وفي تاريخ الفيفا على الاطلاق لان آآ البطولة دي هيكون فيها طابع آآ بدني وتكتيكي خططي عالي جدا فني ومهاري وخططي وبدني حاجة في منتهى الجمال والكاس ده تستهينه بيه ولا تقول لك ان قطر لقى ده قطر دي زكية جدا ومرتبة للموعد ده وعارفة ان الدورات كلها هتقف السطوب واللعابة هترتد مع منتخباتها في كمة لياقتها هيكون بقى طبعا المعتاد في كاس العالم جاي بيتلعب في نهاية كل موسم بعد ما اللعابة بقى اللي بيتكسر بيتكسر واللي بيتعب واللي بيتعب تكدراتي كاس العالم السنة دي هيتلعب آآ حواليه مية في مية آآ تكييفات في الاستاد آآ خدمات عالية جدا. طرق ومواصلات وكباري حاجة رائعة جدا. آآ قناة دي سبورت آآ بتسليط الدق على اللعب بيأكل ايه وبينامس ازاي وبيشرب ازاي. آآ خط سير الجماهير تحضر مباراة اتنين وتلاتة في نفس اليوم لقرب المسافات بين الاستادات وبعضها. كاس عالم قطر الفين اتنين وعشرين من افضل الققوس قبل ما يتلعب. وانا بقول وبدعم هذا الكأس من قناتي هذا. كأس قطر الفين اتنين وعشرين هيكون واحد من افضل المباريات الدولية. طبعا المنتخبات بتعتمد على الاختراكات من العمق وكلها. ولكن انا بعتقد ان في الكاس ده هيبقى فيه بقى الاتنين. اختراكات من العمق اختراكات من الاطراف. تحرك وتبديل المراكز. طبعا منتخب آآ الارجنتين من احد المرشحين. وليون المسي بقى بد مستوي على السنة دي. وحطوا طبعا كاس العلم بين نص بعينيه. ودلوقتي ايه يعني عايز ياخد كاس علم مرة واحدة في تاريخه عشان يفنش ده اخر كاس علم له. كذلك كريسا رونالدو محتاج ان هو ياخد مع البرتغال البطولة. هتكون بطولة قوية جدا. لم يستبعد منها المنتخبات الكبيرة. وبال المنتخبات الكبيرة هي هتكون آآ لها الاسبقية وليني لعيبتها قوية جدا ومنتشرف جميع الدوريات. وهتبقى في الياقة بدنية عالية جدا. آآ انا برشح البرزيل وارجنتين وفرنسا. وبرشح آآ انا برشح البرزيل وبرشح البرزيل